السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض المغرب منورة النهاردة بجد والله المغرب سوبر في مباراة سوبر جمهور استاد رائع ملعب أرضية غير طبيعية جميلة لا ماتش عالمي سوبر ما بين الوداد ونهضة بركان ومليون مبروك لنهضة بركان يستحقوا من أول دقيقة واضح ان هم أكتر تركيز واقفين على رجليهم العكس صحيح في الوداد في لعبة جديدة ماشي في لعبة جديدة بس مش جهزين يعني في حاجة غريبة في الوداد النهاردة طبعا ماتش في أول الموسم يتلعب ماتشين بس فطبعا عايز تاخد من اللاعب أعلى مستوى لي بعد ست ماتشات من الموسم فأول ماتشين هنقول بس برضو ردد فعل رهيبة من نهضة بركان لان ابتدوا الدوري وحش يتغلبوا وتعدلوا يعني من ستة نقاط خدوا نقطة واحدة فعوضوا النهاردة بجبروت بقى ان خدوا الصوبر الأفريقي عبد الحق بن شيخ عمل ماتش رائع فيه تنظيم في الملعب وسط الملعب تلاقي كل واحد لدور قمارة واقف مع المدفعين وبيغطي ناحية اليمين مع عبد الكريم البكيمين سوفيان واقف ما بيكملش في وسط الملعب ومع المساوي بيسندوا إنما فيه تنين في وسط الملعب تاني بيكملوا بكري الهلالي من ناحية اليمين وياسين البحيري العفريت نجم النجوم العيب بمشكلة لازم أديله حقه ياسين البحيري وسط ملعب نهض البركان هو واخد حرية إنه يكمل مع المهاجمين بس شوفوا التنظيم قمارة واقف بيدافع سوفيان واقف في وسط الملعب بكري بس الهلالي شوية بيكمل ناحية اليمين لكن اللي عنده حرية الحركة شوية ياسين البحيري مع اتنين مهاجمين راس حربة ثابت جوه شاركي البحري راجل ضربات رأس النار ده لايب حوالي ثلاث كور بدربات رأس جاب منها واحدة واحدة هدف عالمي بصراحة بصراحة بيقولك المدافعين وقفين غلط لا ده هي الأوفر من مساوي أوفر رائع وطالع في الهواء وحاططها في الحتة طبعا التجنوتي يعني ما كانش متوقع انها تتلعب كده فتحرك بعد ما تلعبت فدخلت هدف برغم ان اول مطش في الموسم لكن فيه صراع من اول المباراة ما تحسش ان فيه فرقة اعلى من فرقة مش عشان بطل افريقيا ابطال الدوري ضد بطل الكونفدرالية مستوى ضعيف لا صراحة فيه ندية كان في المباراة الوداد الفريق كله في وادي وسلس الهجوم في وادي تاني سلس الهجوم بيعيد عن المستوى تحس ان الحسوني يعطي جبران جلال الدودي A عملوه ناحية اليمين يحيى عطيه طالة ناحية الشمال دول بيعملو نغمة والسلاسي الهجوم بيعملو نغمة تانية خالص يعني بديع مفيش اسوأ من كده حميدة حداد مفيش اسوأ من كده صامبو يعني مهاب بيستلموا يعني مفيش اي حاجة تلعبت حتى منه على المرمى خالص راجل انت جاي محترف مطش زي ده تسعين دقيقة ما تلعبش كرة خطيرة على المرمى فالوداد كان دول فؤادي ودول فؤادي تانية خالص خط كامل لما يبقى خط كامل في مباراة مهمة زي دي خط كامل ما فيش واحد فايق تبقى مشكلة العكس بقى في فريق نهضة بركان خط الوسط تلاقي فيه ياسين البحر فايق خط الهجوم تلاقي شرقي البحر فايق فتلاقي فيه تواصل المهم زي ما قلتلكم نهضة بركان البداية السيئة اللي في اول الموسم من هزيمة وتعادل في الدوري النهاردة كانوا بيقتلوا كانوا بيقتلوا يقولك يا رحمة بعدك روح بقى طبعا مصطفى غربال مباراة صعبة اوي 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 لكن هو صوبر في مباراة صوبر النهاردة هو كان صوبر في مباراة صوبر يعني حتى اتضربت جزاء ونجم لما نزل بعد ما حسبها وخلاص هيلعبها قلت لا دي الغلطة الوحيدة عليك يا مصطفى غربال راح جري شافها في الفار ورجع صلح خطأه ودي مست الفار ودي مست الحاكم اللي عنده مرونة فكرني بجسامة جسامة في مطشي الكاميرون والجزاير يقول له تعالى روح شوف الفار ويقولهم لا 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 يا عم تعالى شوف الفار لأنه النهاردة قالوا له مصطفى غربال تعالى شوف الفار عشان يند الكل واحد حتحقه زي ما قلتلكوا واضح في مشكلة في قلب دفاع الوداد قلب دفاع الوداد واضح في مشكلة لما بيبقى في واحد جاي جديد بالذات قلب الدفاع ده لازم يقفتها فاهم ما بينهم يعني ممكن اللي التين يروحوا في كرة واحدة وحصلت في جهازها كرة في المباراة ياسين البحيري مش طبيعي ابو دقن صانع العلعاب لنهضة بركان كان النهاردة الموسيقار في الملعب الموسيقار هو اللي بيعمل النغمة الحلوة لنهضة بركان الوداد مش محظوظ لأن زي ما قلتلكوا في كل الخطوط لا الخط الهجوم كله ميت يعني مثلا في الكرة يقول لك ايه والله مثلا المهاجم الشمال ده هو اللي كان شغال ففرق معان لا لعندهم ايمين شغال مهاجم بديع ولا حميد احداد ولا صنبو مهاجم طب انت هتنقل الهجوم ازاي زي ما قلتلكوا انا عايز اعمل فيديو تاني مهم جدا عشان اتكلم على نجوم المباراة ودي المدربين حقوقهم واقول الاخطاء اللي واع فيها الوداد اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة بعد نص ساعة هتروحوا بقى على القناة التانية اسمها من الاخر مع مصطفى صادق هتلاقي ان شاء الله الفيديو التاني وده الفيديو على قناتكو القرى مختلفة مع مصطفى صادق اشترك هنا واشترك هناك في قناة من الاخر مع مصطفى صادق بعد نص ساعة هتلاقي على الفيديو اعمل لايك